السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهد هد نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ في النار عباد الله أصيكم ونفسٍ مقصر بتقوى الله جل وعلا بما وصَّى الله جل وعلا به عباده من الأولين والآخرين قال جل وعلا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَمَنْ اتَّقُوا اللَّهُ أُصِيْكُمْ وَنَفْسٍ مُقَصِّرَ بِمَا وَصَّى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله كأنها فقيل يا رسول الله خطب خطب خطبتًا فأذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب فقال كأنها وصية مودع فأوصن فقال عليه الصلاة والسلام أُصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فاتقوا الله يا عباد الله بالاستقامة على أمره والإنابة إليه والتوبة النصوح فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم البركة من الله جل وعلا والله جل وعلا تبارك ولا يحق لشيء يوصف بالتبارك إلا الله جل وعلا قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان ليكون العالمين نذيرا فالله جل وعلا هو الذي تبارك أي تعاظم وكثرت بركته سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فهو الذي وحده لا شريك له الذي يوصف بأنه تبارك فلا يقال عن غير الله جل وعلا تبارك بل الله جل وعلا منه البركة وهو الذي يجعل البركة في الأشياء في الأعمار والأولاد والزوجات والأموال فالبركة من الله تبارك وتعالى وهو الذي تبارك بذاته سبحانه هو العظيم المتعال الكبير الجبار الغني عن كل شيء وكل من سواه فهو فقير إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا شيء يذهبكم ويأتي بخلقا جديد وما ذلك على الله بعزيز البركة من الله تبارك وتعالى وهو يشرع أن نسأل الله جل وعلا البركة ولذلك إذا لقي المسلم أخاه فسلم عليه قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته وإذا قدم يهنئ زوجا بالزوادي قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير وإذا دعا لولد قال جعله الله مباركا وهكذا يدعو المسلم لنفسه والإخوانه بالبركة من الله جل وعلا لأن البركة من الله وحدة والبركة إذا حلت في القليل جعلته كثيرا وإذا حلت في الضعيف جعلته قويا وهكذا يبارك الله جل وعلا بما يشاء حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالبركة فيقول قائلنا في دعاء القنوت وبارك لنا فيما أعطيت فما أعطاك الله جل وعلا وبارك فهذا هو المبارك من الله تبارك وتعالى هذا المرجو من الله جل وعلا منفعته وثمرته إذا بارك الله جل وعلا فيه ولو كان قليلا أو ضعيفا وهكذا يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويلاحظ هذا الأمر فالبركة خير من كل شيء لذلك جعل الله عز وجل كتابه مباركا كتاب أنزلناه لك مبارك لاتدبر آياته فمن أخذ بكتاب الله جل وعلا رجي له من البركة من الله ما لا يعلمه إلا الله تلاوة كتاب الله وتدبر آياته والعمل به والمحاجج به والجهاد به والدعوة إلى الله به والاستشفاء به والرق الشرعي به بكتاب الله جل وعلا بتطبيقه واحترامه وتقديره ورفعه على كل شيء فإنه كتاب مبارك وهو كلام الله جل وعلا ما حل في شيء لا حلت به البركة ومن أعظم وسائل البركة تقوى الله جل وعلا فقد قال الله جل وعلا وهو القائل جل وعلا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا لا أحد أصدق من الله جل وعلا هو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض البركات من السماء والأرض تكون بتقوى الله جل وعلا فكلما ازداد العبد تقوى لله جل وعلا زاده الله بركة وكلما زاد العباد تقوى الله جل وعلا في بلادهم زاد الله البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وهكذا تكون البركة بالصدق فمن صدق مع الله عز وجل ومع عباد الله حلَّت في حياته وفي ماله وفي أولاده البركة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما البركة تكون مع الصدق وتكون كذلك مع الدعاء وتكون بتقوى الله جل وعلا وبكتاب الله تبارك وتعالى إذا حلَّت البركة في الولد زاد بالرهو وإذا حلَّت بالمال زاد المال وحفظه الله جل وعلا من الآفات وإذا حلَّت البركة في الزوجة فأبشر بخير زاد خيرك وسطرك وسعدت في هذه الدنيا في الحياة الزوجية متى ما حلَّت البركة وهكذا حلَّت البركة في الحاكم والمحكوم يعيشون خير عيشٍ لأنهم اتقوا الله عز وجل وحلَّت البركة عليهم لذلك يا أخي المسلم الكريم انظر إلى البركة فيما أعطاك الله جل وعلا ولاحظ هذا الأمر واتقِي أن تمحق البركة بمعاصِ الله عز وجل وبقلة الشكر وكثرة الشكوى وعدم الرضا بما قسم الله جل وعلا فمن لاحظ هذا وجد خيراً كثيراً إن بارك الله لك في ولدك أو في زوجك أو في مركوبك أو في بلدك أو في أميرك أو في أهلك فإن هذا فقد نلت الخير كله وإذا محقت البركة فلو زاد الناس وتطوروا وكثرت المراكب والأموال لكن عندهم ضنك وعندهم ضيق وعندهم راض نفسية وعندهم قطيعة ترحام وعندهم حسد وعندهم قطيعة كل ذلك لقلة البركة فلو كان الشيء قليلاً لكن بارك الله فيه يكون كثيراً يكون الإنسان به قنوعاً يكون مطمئناً ولو كان قليلاً لكن حلت به البركة قد يرزق الإنسان من الأولاد عدداً لكن لا بركة فيهم وقد يرزق الله واحداً ولكن يجعل الله فيه البركة فيجده خيراً كثيراً يبارك الله لك في صحتك وعافيتك وهذا أمر قليلاً من الناس من يلاحظه ولذلك يتمتع بأجهزة كثيرة في نفسه وفي بدنه وفي جوفه وفي أنفسكم فلا تبصرون كم من جهاز يعمل في جوف الإنسان ولا يشتكي منه ولا يدرك شيئاً منه ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب والجهاز الهضم يعمل والجهاز التناسل يعمل والتنفس يعمل والدم يسير في شرائينه وغير ذلك من الأعصاب والعظام وغير ذلك من المفاصل كل ذلك في جسد الإنسان وفي سمعه وفي بصره دون أن يلاحظه بشيء ودون أن يشكر الله إلا قليلاً هذه بركة من الله جل وعلا الصحة والعافية فعلى المسلم أن يلاحظ ما رزقه الله عز وجل وأن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يرجو البركة بتقوى الله جل وعلا وبالدعاء هكذا حال المسلم لا يكون كما وصب الله الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مسوى لهم كالبهائم يأكلون ويسمنون ولا يبالون بشيء لكن المسلم لا همه الآخرة همه أن يبارك الله عز وجل في رزقه همه أن يأكل حلالاً همه أن يتق الله تبارك وتعالى همه أن ينال رضا الله جل وعلا ولو بالقليل المهم أن يبارك الله له وأن يكون الله عنه راضياً فرق كبير بين المسلم وغيره المسلم همه أن ينجو يوم القيامة المسلم يعتبر بقول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاس هذا هو الأهم الأكبر للمسلم أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة أن ينال رضا الله جل وعلا أن يفوز بآخرته ما الدنيا هذه إلا أيام ما الدنيا إلا دقائق وثواني لكن هم المسلم أن ينال رضا الله تبارك وتعالى وليس ذلك إلا بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمره والإنابة إليه والتوبة النصوح فعلى المسلم أن يلاحظ هذا في حياته لا يلاحظ الكثرة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وإنما يلاحظ ما رزقه الله من حلال هل أكلت حلالا هل أصبت رضا الله عز وجل هل الله جل وعلا راض عني أم لا هذا الفرق بين المسلم وبين الكافر البهيم الذي لا هم له إلا بطنه وفرجه الذي لا هم له إلا التكاثر وأما المسلم يرجو بركة من الله ولو بالقليل أن يقنعه الله عز وجل فقنعه بما رزقه فيصبح آمنا في سربه وطعامه وبيته فهذه نعمة عظيمة حتى يتعبد العبد ربه وحتى يكثر من الحسنات وحتى يقلم السيئات وحتى يتوب إلى الله توبة النصوعة هذه النعمة الحقيقية وفق الله وإياكم إلى ما يحب وأرضى أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله أو في مال أخيه فليبرك أي فليقل اللهم بارك له أو اللهم بارك لي هذه قاعدة عظيمة من قواعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول إلا خيرا يا عبد الله ولو على سبيل المزاح بعض الناس يماجح فلان عافيتك منذ متى ما راجعت الطبيب منذ متى ما دخلت المستشفى أين لك من أين لك هذا المال كثر مالك عندك وعندك هذا ولو قيل على سبيل المزاح لا يقبل به الناس ولو قدر الله عز وجل وأصيب هذا إنسان بماله أو صحته فلا يرى سببا إلا أنت من كلامك ومنطقك حتى لو لم تقصد ذلك بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله في مال نفسه في أولاده إذا رأهم كبروا إذا رأهم نجحوا إذا رأهم وفقوا إذا رأى شيء يعجبه حتى في ماله حتى في أولاده حتى في زوجه حتى في دابته فليبرك فليقول اللهم بارك اللهم بارك فيه اللهم لا تؤذيه هكذا يجب أن يكون منطق المسلم يدعو بالخير لنفسه وللآخرين بالبركة لأن كثيرا من الناس يجهل هذا ويغفل عن هذا فلا هم له ولا عنده إلى التعليق على أموال الناس وعلى ما أعطاهم الله وعلى ما آتاهم الله حسدا وغلا لا يذكر الله ألا قليلا وهذا خطأ بل الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض تبارك الذي بيده الملك هو تعاظم وتبارك وبيده الملك يؤتي الملك من يشاء يرزق من يشاء يهبو لمن يشاء وناثا ويهبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وناثا ويجعل من يشاء عقيمة الأمر أمره والرزق رزقه والمال ماله والملك ملكه سبحانه وتعالى فلنتوجه للله جل وعلا بأن يبارك لنا فيما أعطانا وفيما أعطى غيرنا ونكون قنوعين بما أعطانا الله جل وعلا ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس لا تمدن عينيك إلى ما متعن بهم أزوادا زهرة الحياة الدنيا لا تقول لماذا أعطى الله فلان كذا وكذا يهبو الله لمن يشاء ويعطي من يشاء وارزق من يشاء ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون عليك بنفسك يا عبد الله الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض خزائنه ملأة اسأل الله من فضله وادع لنفسك ولغيرك بالبركة وطب نفسا يا عبد الله لا تقول كذا وكذا وإنما قل الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات إذا وجدت نقصا فقل الحمد لله على كل حال كن هكذا يا عبد الله داعي بالبركة طيب النفس طيب القلب عينك واسعة شاكرا لله عز وجل فالبركة من الله تبارك وتعالى إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه في ماله أو في مال أخيه فليبرك أي فليقول اللهم بارك بدأ من يتكلم بكلام السوء أن يلعن أو أن يسب أو نحو ذلك حتى أولادك لا تدعو عليهم فقد توافق ساعة استجابة فيستجاب لك وإنما حتى إذا قضرت قل الله يبارك فيك الله يهديك الله يصلحك لا تقول الله يأخذك الله يلعنك ويلعن والديك فيلعن نفسه والعياذ بالله هذا جهل ينبغ أن يتنزع المسلم ينبغ أن يتعلم ينبغ أن يكون متنبها على هذه الألفاظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا في صحتنا وعافيتنا وبلدنا وأميرنا وأخواننا وأهلنا وأزواجنا البركة منك تبارك الرحمن سبحانه وتعالى نسألك اللهم أن تبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين